خلاص يا أحلام أنا عدت مع البنات وسمعت قصصهم إيه إن شاء الله يختي لو كان فيه نصيب نبقى نشغل هو إيه ده اللي خلاص؟ فاخدع أوامرك يا أبنى طوح وصل البنات لحد باب الشقة وقفل الباب وراء حاضر، اتفضل يا بنات ما بقيتش فاهمك يا طوح ما البنات حلوين وإحنا ما عندناش بنات أصلا وبعدين ما انتي عارفة شغلانتنا دايماً بتحب التجديد أول هم اسمي المعلمة طوحة تاني هم بقى ياسكى أخواتك البنتان المصادين اللي انتي جايباهم دول واحدة فيهم خارجة من قصة حب مع واد معافة زيها ودمغها كلها مشغولة فيه يعني إن قاعدت مع زبون يختي هتقعد تصحي وتحكيله وتسد نفسه الله عليك يا معلمة طوحة يسلم بقك والبت التانية دربة كيميا وصرصير يعني يجبين لما عندناش إحساس ولا مشاعر وإحنا ياختي شغلانتنا دي كلها أحساس ومشاعر سيدي يا سيدي على إحساس طب والله تستهلي لقب معلمة لا معلمة إيه؟ دا انتي ست المعلمين ست ستات معلمين المنطقة كلها قولي يا بيت كمان قولي حبيبتي يا معلمة إيه القشطة دي؟ يا لهي على الأمر بخاري وخمسي يا بيت بخاري وخمسي خمسة وخمسة خمسة وخمسة في عين اللي يشوفك ولا يصليش عن نعبي فعله هي أفضل الصلاة والسلام اسمعي يا بيت أنا مبسوطة بك قوي أنا هرقيك في الشقة اللي إحنا فيها دي بجد يا قبلة هتخليني إيه؟ هخليكي مساعد طبخ وماكلش إلا من إيدك حبيبتي يا قبلة أي حاجة منك حلوة منوارة بتكلم جد ما تقولش الحد حد ده أنا قلبي سعيد فرحان واب إيه عشجان؟ إيه مالك؟ حاسس ان انت مبسوطة قوي كانك قاعدة في حفلة أدواء المدينة يا باشا بس براوة إتجوا عشان بس ما نبقاش كده نمتعبنين إحنا بقلنا نص ساعة من السم السنيلي اللي اسمع كاشا هو عندك كماء مثلا؟ إيه ده بس يا باشا أنا مش عارف أنت عجولي اليومين دول إحنا لازم يستنى الراجل ده وبعدين هو مالوش مكان تاني غير هنا لازم يجي يرازي في الناس وياخد منهم قتاوة ده معفن يا باشا معفن وبعدين حتى لو قعدنا مستنينه خمس ساعات مش مهم لازم تشوفه بعينك ولا يا باشا هتتبسط لما نلبس خمسة وعشرين سنة في وشنا ونلاقي إيه دينا في الكلبوش لو أنا بابوس إيدك الكلبوش هحقض في الكلبوش هحقض في الكلبوش خمسة وعشرين سنة كتير قوي بس يا شجن الناس فراحة وجاء قاعدة تبص عليك كأنك قاعدة مع علاء عبد الخالق انت وشك سامحة باشا بس أنا هقولك بقى الدماغ دي منتظبطة صح لو حد جاء سألنا احنا عادين هنا ليه احنا نقوله ان احنا مستنين المدان بتاعتك عند سنية الخياطة في العمر اللي قصبنا دي كوم ياه مش هيتينهم عسل قالا يا فتلة أحو آح ليباشا آحا شفت علشان تصدقني البطلة تكدبني أبدا بعد كده يا ابني الكلب ألي ازم يحذر سلم ايه؟ يا باشا اه دا انت عجول ليه اليومين دول مش لازم نتأكد الاول ان ده الراجل اللي باعك استحالة يا شجي استحالة يا باعني ولا يفكر أصلا ايه يا باشا انت محسيس انه هو أخوك في الرضاعة حد من بقيت عيلتك وفيه إيه؟ أنيال، أنيال بكتير ده أبويا أشجان أيوة زي أبوك ولا أبوك أبوك؟ ما بقول لك أبويا أشجان إحنا عروح في ستين داهية النهاردة نهارس ودي المهندسين بوزد اطلع يا باش أطلع ما تقول لي يا فخري حصل إيه؟ عملت اللي اتقلت لي عليه واتصلت بيه وأول ما عرف إن أنا من طرفك تغيرت نورة صوته حبيت أشرحه هددني وقال لي لو أي حد من طرفك أو من طرف أي حد تاني كلمه في الموضوع ده هيخليه بدل ما يجيلك الزيارات الجاية هيحصالك ويشرف جنب منك أنت متأكد إنه عصان باشا وقرت له إن أنا صور بتاعتهم أه طبعا وصوت عصان باشا معروف وأنا حبيت إنه أنا هتكلم معاه ووضح له الأمور بس إليته هددني لدرجة إنه أنا حسيت إنه لو كنته قدامه كان ضربني بالنار وحمدت رباني إنه كنت بتصك بيه من تليفون عمومي في الشار أنا مش مصدق لي بسمعه ده إنه طول عمري بخدمهم بعناية أنا دايماً قلت لك يا سرور ونصاحتك وقلت لك الناس اللي متغطي بيها عرياني ما سمعتش كلامي ولما وقعتي محدش واقف جنب منك ها؟ أنا عايزك بس تفهمي عشان خطر ما تقريش نفسك يا قهر نفسي أكتر من اللي حصل لي وأكتر من اللي أنت جاية تحكهولي معقولة أنا أنا سرور اللي على سن ورمح اللي كان يتهزلها بلاد قدري من الرمية دي بقول لك يا سرور أنا عايزك تنسي الناس دي وتنسي إن أنت تبد منهم أي حاجة أو حد منهم يساعدك بأي حاجة ها؟ أنا عايزك تخلي بالك من نفسك وتقلمي نفسك على الظروف اللي أنت فيها وشوف ها نعمل إيه مع طالب المحامين اللي أنت جايباه ده ربنا ميرضاش بالظلم يا فخري أبدا أنا عارف والله وحاسس بك وأنا على فكرة هجيب كان محامي زاد المحامين اللي أنت جايباههم وشوف ها نعمل إيه عشان خطر نخرج من الموضوع ده يعني إيه؟ أنا حفظ المرمية الرمية دي؟ آه ممكن تفضلي مرمية الرمية دي وتوقع الأسوأ كمان يا سرور ده أنا كنت تشهل كنت موت يا فخري إيه يا حمايدة أنا زبطت الناس بتوعي المزيكة عشان حفلتهم مثلا منه يا سلام متى المرة اللي فايت برده قتولي زبطتهم وطلعت حفلة زبالة لا المرة دي غيرت الناس وغيرت لعب معدات كلها طيب انت عارف يا بقى المفروض مني يتغير ممم انتو يا باكي انتو كلكم كلاس بتغيروا انتو والميكانينكي الغابي اللي بيعمل الموسيكل بتاعي حملت الفرامل؟ كله تمام ركبتي تيل الاصلي ولا المخشوة؟ لا ايه الاصلي طيب يا فالح عاجب بقى تصبرت صوت المطور عشان مش ممزجني طيب بقولك ايه مفيش حاجة جاي علينا بقى المرة اللي فاتت قلت انه مفيش حاجة علينا جيت لك سجارة روحت معاليلي الدي برياجك وتع تقلب بالموتسيكل وربنا كنت فايق احلف وربنا كنت فايق طيب خد وصل بقى صوت المطور اه بس على عيونك احلى عن محمدا ديركسيون في الدنيا ديركسيون ايه متخلف اسمه موريسون 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 ايه التعليم المجاني ده يلا تكن على الله يا اختي ايه الاحراش دي ما تخطفني اسهل اوبا بقى شيبة ضيقة استغل خير على عيونكو عيوننا وانا عيوننا حلوة كده طب هات الفلوس وخلصت ده فلوس انت تقعد معايا شوية تجيبلي كبيرة؟ لا يا عنايا ماليش فيها خد حاجتك وحسابني انا التاكسي بيعد علي برا لا 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 تاكسي ايه اللي بتقولي عليه انا وصلك بالموتسيقلي بتاعي ولا بتخافي اوه منج اللي تخافي ايه دا العادي ده انا اشجان خلاص يبقى تاكسي دا يمشي يباكي حاس بتاكسي دا ومشي تمام والنبي حلوه با الا لا باكيت نص ساعة والوقت كوتشر يخلص الموتسيقلي اخذك بقى عشان عانديك في مسلحة مصلحة خير عايز فرشيني يوم الخميسه عشان عندي حفلة نهار مضاحس تكونش بتجر في الحشيش؟ النهار ده فارش ويوم الخميس فارشان يخرب بيتك لتكون بتشرب الحشيش على إنه عصير ده ما بيتشربش على إنه عصير يا انت قلتلي اسمك إيه؟ جسدتي أولها اسمي حمادة حمادة مو ري سن وتانيها يا مو ري سن لا تانيها بقى انت تقعدي معايا النهار ده تعلميني بقى الحشي بتشرب ازاي يا جنيلة وانا اللي فاكراك صايع ولافف مش عارف الحشيش بيتشرب ازاي مش مو إما إحنا هنشرب مع بعض ماليش في عنايا وماليك في إيه عسل إنت وما تلمي نفسك يا لولو أنا ليا في الدغري باس وبعدين نشوف موضوع الفرش بتاعك ده مع دياب باشا لما نقابله لا 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 لسه هستنى دياب وبعدين يم موضوع لولو ده لمي نفسك بدل ملعف وشك البخت واخلي ما أنا خيرك جيد هلها تفتحات وبعد انت الدينجرس ومفخخة وخطر اه خطر قوي بس العامل نفسه حلو بس هو في حلو غيرك هنا في القاعدة وعلي النعمة شكلك مش هتجيبها البر يا اسمك ايه؟ الله ما قلنا حمادة هي البانة حمادة مارة صالح هموت انا واسع طوعين السنة ايه ما تحسابني من الاخر كده في خلال الأسبوع لو ما جبتليش معلومات مهمة انا هنغيرك واجيب واحدة غيرك هيا هتعرف تجيبلي معلومات ليه بس كده يا باشا قطع الأرزاق ده ده انا شغالها عشان المام ده ما فيش حاجة بتحصل في البيت ده دبت النملة لما بتحصل بجر مياه في عبك يا باشا تعملي اللي تعمليه مش شغلي بعدين لو جتيلي تاني ييد ورا ويد وقدام انا هعمل لو تلك عليه وفوق كده هفتح منفك تاني ومش هرحمك تاني يا عشجان وانت عارفة يعني مش هرحمك ولما تدوقي نومة البورش بقى يا سلام هتبقي ندمنا ندم عمرك ان انت مركزتيش ليه كده بس يا باشا هو انا كل ما قابل سيادتك يعني تفضل تهددني وبعدين بورش ايه انا مقدرش على البورش يا باشا برضه انا بنت الناس وكده يعني اقولك انا على حاجة فاكرة البيت نورهان بتاعكو بتاعتمية عقوبة هارفة؟ نورهان بنت سنائل عرجة؟ لا ايوه اسمول عليك ما انت عزل اهو اي بيساليها بقى عن طريقة الشطة المحروقة الشطة المحروقة ليه الوجع ده يا باشا انا لما اخذها معدتي بتقب يعني اللي تقمر بيا باشا هعملو اللي تقمر بيا انزلها بشجان يلا حاضر يا باشا باقولك يا بيت يا فل قولي قولي شايف يا البنتين اللي عادين هناك دول؟ المصراحة امراض عاجبينك؟ شكلهم يا بيت يجي منهم وعرفتي ازاي؟ انا ليه يا نظرة في البنة ابوست كده في وشاها اعرف كل حاجة حاكم البنات والستات بيبانوا من عينيهم في واحدة عينيها كلها حزن وكآبة وفي واحدة عينيها كلها دلع وشقاوي عارفة يا بيت الرجالة ما يحبوش الستة الكائبة النكادية ولا الزنانة يحبو البيت كده تبقى فرفوشة ونعنوشة ونغنوشة اصل الرجالة دول عمين زي العائلة الزغيرة استاذة يا قبرة فين يا اخويا الكاتشاب كل مرة اقولكوا فين الكاتشاب استاذة يا معلمة والله اسمعي يا فولة روح يلاغي البنتين دولة وصحبيهم وتكلمي معاهم واقولي لهم اللي انا ما عايزة تتكلم معي اه